هل أنت من محبي الألغاز؟ هل تحب التحديات الدينية؟ إذا كذا أمر كذلك فهذا الفيديو لك سنقتل لكم اليوم لغزا صعبا للغاية يعتقد أن 2% فقط من العالم من يستطيعون حلها هل أنت مستعد؟ اللغز كالتالي هناك خمس منازل باللون الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر والأسود صاحب كل منزل يشرب شرابا مختلفا ويمتلك حيوانا أليفا مختلفا ويقود سيارة مختلفة لون المالك الذي يشرب الحليب لديه كلب المالك الذي يشرب الشاي لديه قطة والمالك الذي يشرب القهوة لديه حصان والمالك الذي يقود سيارة بيضاء لديه سمكة والمالك الذي يقود سيارة حمراء لديه طائر المالك الذي يقود سيارة صفراء لديه كلب والمالك الذي يقود سيارة خضراء لديه قطة المالك الذي يقود سيارة سوداء لديه حصان السؤال هو معي ألوان المنازل وألوان السيارات والحيوانات الأليفة التي يمتلكها أصحاب المنازل إذن هل أنت مستعد للتحدي لذلك عشر تروان فقط للتفكير البيت الأحمر يشرب الشاي ويقود سيارة حمراء ويمتلك كلبا البيت الأزرق يشرب الحليب ويقود سيارة صفراء ويمتلك سمكة البيت الأخضر يشرب القهوة ويقود سيارة خضراء ويمتلك قطة البيت الأصفر يشرب القهوة ويقود سيارة السوداء ويمتلك حصار البيت الأسود يشرب الشاي ويقود سيارة بيضاء ويمتلك طائر هذا هو حل اللغز هل سمكنت من حله؟ إذا نجحت في حل اللغز فأنت من ضمن إثنان فقط في لئة من الناس الذين يتمكنوا من حله إذا لم تتمكن من حلي فلا تقلق فهذا اللغة الصعب للغاية أتمنى أن تكون قد استمتعت بهذا الفيديو ولا تنسي عزيز المشاهد إذا أعجبك الفيديو بفضل المريص أمرا الإعجاب والاشتراك والتعليق قد تفعيل زر الشرص لكي يصلك منا كل جديد إذا كنت فضوليا لمعرفة كيف تمكننا من الوصول إلى الحل ما عليك سوى النظر لأول تعليق متبت